فأنا بشوف إن البني آدم اللي ربنا يخلصه من إنسان مزيف ولما ربنا يكشف لنا وش حد كان مزيف أنا بشوف إن ده نعمة كبيرة لو قدرت أبص الموضوع من زاوية تانية وقدرت ما أتوقعش من الدنيا دايماً أو من الآخرين دايماً إن هم يكونوا بالشكل اللي أنا نفسي فيهم ده هيساعدني لو قدرت إن أنا أدعي ربنا إن هو يرفع عني الطاقة ده ده هيساعدني لو بني آدم بلاش المثل الشديد بتاع الرجل اللي ساب ست لو بني آدم أنا اتضايقتي منه أنا اتضايقتي من إيمان مثلاً في حاجة ورحت وقلت له يا أمان بعتاب أنا متضايق منك في 1-2-3 ده هيرفع من عندي طاقة الغضب دي ده بيريح طبعاً بيريح العتاب الصحي في حاجة اسمها العتاب الصحي مشاركة الاستياء إن أنا بتكلم معاك بقولك يا أمان أنا كنت مستني منك إن أنت تعملي معايا 1-2-3 وأنا بقولك الكلام ده عشان بحبك مفضلش كاتم جوايا بس طبعاً بعاتي بمين وليه هل أنا بقي على البني آدم ده وهل أنا عارف إن البني آدم ده بيحبني بس هو في نفس الوقت ممكن يكون فاتته ممكن يكون محتاج لفت نظر مني آه طبعاً بيريح تمام كمان برضو ممكن أروح لحد professional أسأله أقوله أنا عندي طاقة غضب هل أنا عندي حق أقوله لا والله يا وانت ما عندكش حق لأن أنت حطيت نفسك في وضع دوت أنت تنازلت أنت سبت الباب مفتوح فأنت ده نتيجة لأن أنت مخدتش إجراءات قوية وقررت أن أنت تتنازل